السلام اليوم جبت لكم العصير اللي وعدتكم به المرة اللي فتت وصفة سهلة و النتيجة بنينا بزاف بزاف مخدم باللتشين و الزرودية مع بعض الإضافات اللي تعطيه النكهة والقوام تحضروها في العائلة باش تسفادوا من المواد اللي فيه و اللي حتى للضياف والمناسبات اللي بي فيه وهذا الكيك اللي راكم تشوفها تتمشي معه كيفاش وعلاش دوك تكتشفوها في الفيديو من أحسن وصفات الكيك بالنسبة لي خفيفة وطرية وشيشة وبنينة قراف نخلي لكم كامل المقادير مكتوبة بالتفصيل تحت العنوان ونخلي لكم الرابط في الفيسبوك إلا حضرتوا كساس وجو و للقيتوا ما تنسوش تصوروهم و تبرتجوهم معنا نحتاج مليترين إلى ثلاثة تعلما ماتين وخمسين جرام تاع السكر ارتل زرودية و ارتل ارتل لتشين هذا سيكون يبقى له نحطهم في كونجيلاتور و عندما نخدم العاصر نصيبهم دجا كونجيلة نحطهم 24 ساعة من قبل في كونجيلاتور ويعطينا الماكسيمون نحطهم 30 دقائق نحطهم 30 دقائق طيبهم غاية نضيفهم 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 نضيفه نضيفه سيرو أورانج نعمر نفس العلبة تالي و نخلطها معهم و نجيب البراميكسر باش نتحن كل شيء غاية و نتحصل على العاصر و نكمل خاص نصفيه نفوته 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 و نحطهم و نحطهم و نحطهم نفوته و نفوته و ملاحظة إذا لم يكن لديكم سيرو أورانج و تنجمو نضيفه و نضيفه حتى يبنيه نفوته نتحصل على غسطة و هداه و نفوته نفوته نصف كاس نصف كاس نصف كاس نضيفه بيض قرصة ملح و ملح و الزيت نضيفه و نكسر البيضات كامل المقادير مكتوبة مضبوطة في صندوق الوصف نضيف السكر واللبن و نعبر نصف كاس نضيف الزيت نضيف الزيت 250 غرام حتى لا يوجد ميزان و نضيف الزيت و نضيف الزيت حتى نضيف المقادير و نضيف الزيت على حساب نصف كاس نضيف الزيت نضيف الزيت و نضيف الزيت 1 كامل فاغين و نضيف الكامل و نضيف الزيت نضيف الزيت حتى نضيف الكاك العادي هذا هو السهل ما يكون نضع المول تانا نضع فيها شوية زيت و نفوتها كامل بلو بنسو و نضع الفارين نلبسوا غاية الغاية بها من كامل الجهات باش يجينا سهل في الدمولاج و نضع فيه كامل الخليط اللي تحصلنا عليه القطرة على هذا المول 24 سنتيمتر ندخله الى فرن مسخني طيب 35 دقيقة على 180 درجة نتحصلوا على هاد النتيجة نخلي وهي برده لجهة و نفوته لك خام نحتاج نصف كاس العاصر اللي خدمناه نحطه دونزو كاس غول و نغليه على نار متوسطة في نفس الإناء اللي خدمناه فيه لوكيك نحط قرصة الملح حبا بيت ملعقتين السكر و كاس تعالعاصر نزيدو معاهم ملعقة بومبي تعال فارين و ملعقة بومبي تعال الميزينة نخلطوهم غاية الغاية بالفوه هاد الأوانين نفسهم اللي خلط بيهم لغاتو كي يغلي هاداك النصف كاس تعالعاصر نوليو نخويه فيه غاية بشوية بشوية على الابا غاي اللي خدمناه توت انفويتو ما نحبسوش تخلاتو يد تخويجو و يد تضرب كما اللي راهوه ضح في الفيديو كي نكملو نردو كل شي فلا كاسخول و نحطوه على نار متوسطة و نقعدو غاية نحرك فيه حتى اللي يتكاتف القوام نحيوه من النار و نزيدو عليه نصف ملعقات على الزبدة أو المارغارين نخليوها الدوب فيه و نحركوها و هنا جبت فيلم أليمونتر باش نغطي لك خيمتاعي و ماسكو الليش فيها القشرة كي نجي نستعملها و خاص لفيلم يكون ملامس للسطح كما هو معروف و باش نديموليو القطور حاس يكون بارد كمبلتمن باش تنجح معكم عمليات الدهمولاج سينو ايد فتتلكم و نفوتو للديكوراسيون جبت شوية تلاسل و راني ننبيبي في هادوك اللي طالعين هما اللي نديكوريهم الوالا انا استعملت لفرميسل دو شوكولات نجمو تستعملوا لزامون دي فيلي ولا كونكاسي و كنكمل لكوتين نجي بلا كرام نخويها في الواسط تكون شوية دافية ما تخليوها حتى تبرد و زيت زيينت اللي بوخطوب هاد الكوريهات الفتدية لديكوراسيون تقعد على حساب اللي يكون عندكم و انا كانت عندي حبة واحدة بخيات اللي تاع الكارز لسوريز كونفيت حطيتها في وسط القطوية ديكوراسيون سامبل غيب السوالح اللي كانوا عندي من الصحره في لوغو و في التكستيوغ في الماداق و في القوام خفيف بزاف بزاف وبنين بزاف بزاف هاده ما نجم نهضر على هاد الوصفة و توجوغ كي نخدم هاداك الجين حضر موراه هاد لغساتكم ما شفتوه تحصلت على كاس واحد حتمت به هاد الكيكات قسمتها معاكم و كيكا واحد اخرى ان شاء الله تكون عجبتكم و الى وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة